أكيد وطبعاً كالعادة جزء الثاني من الأهلي في رمضان بيكون دايماً حافل بيء الضيوف العزاز قوي على قلوبنا النهاردة إن شاء الله في الأهلي في رمضان والجزء الثاني تحديداً من صهرتنا الحلوة مع كل حضراتكم النهاردة حينورنا نجوم الأهلي السابقين كابتن صديق الجمال وكابتن أحمد عبد الفتاح وعدنا أكيد كلام كتير هنتكلم معهم فيه سواء عن الماتشاط الأخيرة سواء عن رؤيتهم لما هو قادم سواء عن تقصهم الرمضانية أكيد بطبيعة الحل لازم نتكلم كمان عن الجانب الإنساني والشخصي الخاص بكل واحد فيهم بس إحنا حبينا أنا ونهواند إن احنا في البداية لازم نستهل حلقتنا النهاردة والقول مليون مبروك الفوز بكاس مصر لموسم 2021-2022 طبعاً بنوجه كل التحية والشكر والتأدير والاحترام والعرفان والامتنان لجماهير النادي الأهلي اللي كالعادة تستحق الكثير والكثير وطول عمرها ما هيش حاجة جديدة طول عمر جماهير النادي الأهلي يعني بتالعليهم هما اللعب رقم واحد هما الدعم الأساسي والرئيسي للفريق في كل المواقف وفي كل البطورات وفي كل المطشط كعادة جماهير النادي الأهلي طبعاً أكيد حضراتكم خدتوا بالكم كويس قوي من تشجيع كان عامل إزاي في المدرجات تشجيع من قبل جماهير وعشاق النادي الأهلي الناس اللي بيتنفسوا النادي الأهلي كانوا بيرجوا الاستاذ بالمعنى الحرفي للكلمة من غير ما يكون في كلامي أي شبهة مبالغة بأي حال من الأحوال كمان اللعيبة الحقيقة قدموا مباراة قوية جداً ومبيرة قدام فيرامدز في اللقاء اللي انتهى بنتيجة اثنين واحد وطبعاً استحقوا التتويج باللقب عن جدارة شفنا كمان في المطش روح الفنين للحمراء كانت حضرة إلى أي درجة وشفنا كمان أن كل اللعيبة كانوا فعلاً بيلعبوا بقلب رجل واحد ودي كمان بدورها تعتبر ميزة أساسية في تاريخ النادي الأهلي أكيد بنتمنى للجيل الحالي أنه يفضل طول الوقت متصدر وطول عمره وطول الوقت بيصدر البهجة والسعادة لجمهير النادي الأهلي اللي تستحق المزيد من الانتصارات والبطولات ترجمة نانسي قنقر